ألا يصبحكم بألف خير مشاهدين لكل اللي بنقولنا بفقراتنا الثانية لابد إنه نشير إنه إحنا فيه محاولة إنه نضوي على قضايا كتير مهمة ممكن بتوجهنا بحياتنا اليومية للشباب ولا كبار السن أيضا في محاولة لإيجاد إجابات عن تساؤلات لربما يعني أيضا بتثير اهتمام الشباب بالتحديد في هذا الصياق اليوم نحكي عن وجود يعني ظاهرة لربما حديثة أولى نسمع أخبار أيضا مع بداية الفصل الدراسي الجديد في جامعات الفلسطينية عم بيصير فيه إشكاليات ممكن يكون سببها اجتماعي ثقافي سياسي ولكن عم نشهد صراعات في داخل الحرم الجامعي عم نحكي عن مختلف الجامعات وتنوع أيضا المحافظات اللي بيحتفظ فيها مثل هذه الصراعات قرأنا قبل فترة من مركز دراسات حقوق الإنسان مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان بيان بطلب فيه من الطلبة بالتحديد الابتعاد عن هذه الظاهرة إيجاد حلول لمثل هذه الصراعات اليوم بسعدنا نناقش هذا الموضوع بشكل أكبر مع ضيفنا الدكتور إياز البرغوثي مدير مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان الله يصبحك بألف خير صباح الخير صحناك بكير أو عادة ناشيط؟ لا لا أنا اكبرت لدرجة أنه لازم أصحى بكير عاد شباب شباب اللي بيكبر موطن يعرف نام شباب شباب واللي بيكبر يزعج السجران ويزعج العيلة إحنا عارفين يعني هاي الأصف يعطيك ألف عافية وخليك دائما يعني تصحوا شباب دائم يعني إحنا زيما ذكرنا لفت لنا نظرنا وجود بيان صادر من المركز اللي بتحدث فيه عن يعني دعوة كمان الشباب بالابتعاد عن يعني هاي المناكفات والصراعات الموجودة داخل الجامعة ومن هون بدنا نستثمر الفرصة نحكي لربما نضوع هذا الموضوع بشكل أكبر ونوجه رسالة لكل أشخاص المسؤولة في هاي الأطراف وتحدثنا بداية من وجهة نظر مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان يعني كيف بنظر لموضوع الصراعات الموجودة داخل حرم الجامعة تمام يعني صحيح في البداية لا بد إلا نحكي عن أهمية التعليم في فلسطين وخاصة التعليم الآلي يعني احنا عنا حوالي 15 جامعة عنا حوالي 200 ألف طالب جامعي حاليا في فلسطين والتعليم بالنسبة للفلسطينيين هي أكثر من قضية التعليم يعني هي الصناعة الفلسطينية الأولى عمليا لظروف تاريخية وسياسية وإلى آخر الآن في المركز احنا بنراكب الحقوق التعليمية ونوعية التعليم وبنركز على موضوع الحريات الأكاديمية وسلامة سير العملية الأكاديمية والتربوية ما نشهد للأسف من فترة لأخرى في الجامعات هو هذه الصراعات اللي بتصير بين الطلبة بالإضافة لقضايا أخرى طبعا موضوع الحريات موضوع رئيس التعبير موضوع المناكفات اللي بتصير أحيانا اضطهاد لبعض الآراء توتر معين سواء بين الإدارة والطلبة أو بين المدرسين والمهم العناصر المؤلفة للعملية التعليمية مؤخرا للأسف يجري زيادة في هذه الظاهرة ربما لأسباب عديدة أولا التسييس الأعلى من اللازم للجامعات لازم يكون في نوع من الذكاء لين لازم تكون الجامعة وطنية وين بيصير هذا مسيء للعملية التعليمية وبصير عبارة عن نزاعات بين الأطراف المختلفة الجامعة عادة كانت تقود المجتمع الآن للأسف ما نشهده هو بالعكس يعني المجتمع بسلبياته بكثير من مشاكله الجامعة هي المكان اللي يعني بتتركز فيه هذه الصراعات في قضية مهمة برضو لازم ربما نشير إلها هي مسألة البطالة الزائدة في أوساط المتعلمين هذا بيخلي في أوساط المتعلمين المتعلمين طبعاً يعني جامعاتنا بتخرج عملياً حوالي في السنة 30 ألف طالب هذول 30 ألف إذا السلطة مش فاتحة مجال العمل مجال التوظيف القطاع الخاص قل ما يستوعب من هؤلاء الحرجي قطاع المنظمات غير الحكومية بالعكس عم بتخلص من الجزء من الموظفين اللي عنده وبالتالي جزء كبير من هذول 30 ألف عملياً ما في عندهم شغل هذا إذا بتحسبيه على مدى 64 يعني عندك 100 ألف واحد كل ثلاث سنين أعطينا عمل في الشارع هذا لا بد إلا ينفجر على شكل مشاكل وصراعات الصحيح ربما ما بنستطيع نضبط بأي اتجاه راح تروح وبالتالي ضروري من السلطة ضروري من إدارات الجامعات إنها تشوف أولاً ما مصير هؤلاء الخرجيين اثنين نوعية التعليم التركيز عليه لأنه صار تعليم كمي وصار تعليم بهدف التعليم أو بهدف هو التعليم نفسه صار البزنس والطالب بتخرج من البكالوريوس بيعرفش يشتغل فبروح على الماجستير برضو بيعرفش يشتغل بتصير القصة إنه بحل المشكلة بمشكلة ثانية أو بصير يعني عاطل بدرجة ماجستير بدل عاطل بدرجة بكالوريوس يعني بحسن نوعية عطالته إذا بدنا ناخذ الأمور بهذا الشكل هذا بالطلب من السلطة موضوع التشغيل موضوع الاهتمام باستقلالية الجامعات لأنه هذا موضوع مهين خاصة بنشهد التدخل في أوساط الجامعات في حالات زي الانتخابات الطلابية مثلا بتلاكي كثير بتدخلوا أحيانا من الأجهزة الأمنية أحيانا من التنظيمات بشكل صحيح حتى بنشوف يعني أشكال العنف الممارس حتى من قبل الطلاب نفسهم هذا التعنط بأفكار يعني اللي ممكن إحنا لو سألنا الشاب نفسه بعد مقام بهذا العمل ليش عملت هيك؟ هو كمان رح يوقف مش رح يعرف جاوب هذا السؤال والعنف كمان اللي بنشوفه اللي إحنا يعني ممكن بس نتخرج من صفة إحنا موجودين في منابر اللي بنطالب في إيقافه بنشوف أنه في داخل حرم الجامعة كان يمارسوا بطريقة همجية أنا أبدأ أسألك أنت ذكرت جملة يعني ذكرت في البداية أنه لوين الجامعة لازم يكون فيها حد سياسي يعني إحنا تاريخينا بنسمع أن الجامعة كانت هي تخرج قادة سياسيين وهذا كان مجتمع بحطة ضن العمل الوطني بحطة ضن العمل السياسي فحديثك عن هاي النقطة شو بتقصد فيها وبرأيك كيف الشكل اللي خلينا نقول مثالي أو كيف الشكل الصحي لوجود كمان حياة سياسية في الجامعة شوفي يعني أنا مش بس من الخبرة الأكاديمية من الخبرة العملية يعني أنا في السبعينات كنت أول رئيس مجلس طلبة في بيرزيت في الجامعة بيرزيت وبذكر كيف اللي تقرروا الجامعة اللي تقرروا الحركة الطلبية في الجامعة هو اللي يمشي في الوطن يعني أيامات الستة وسبعين يوم الأرض مثلا كل هاي القضايا الجامعة عمليا هي اللي كانت يتكون الرائدة فيها الآن أي مشكلة في أي قرية فلسطينية ما بتشوفيها ولا هي في الجامعة هذه قضية صحيح بتدل على هبوط في مستوى الفكر في مستوى الثقافة ربما هذا بنعكس نوع التعليم في المدارس على الجامعات بالزبط فيه أحادية مزعجة في النظرة وفي الثقافة ولهذا السبب احنا يعني كثير من القضايا اللي بنشتغلها بنشتغلها تحت برنامج التسامح اللي هو معناه الإقرار بالآخر وإدراك مدى ثراء وأهمية التنوع في الأفكار الموجودة لهذا السبب مثلا دعينا وزارة التربية والتعليم إنها تعيد تدريس موضوع الفلسفة في المدارس بارش إذا بتعرف صحيح شوفنا على موقعكم الخاصة تم نشر هذه التنطرة في السبعينات كان في التوجيه فيه عندنا مادة فلسفة لغوها الفلسفة هي أهم شيء لتوسيع مدارك الطالب هي أم العلوم إذا إحنا لغينا أم العلوم يعني مش عارف شو الأشياء اللي بنخلوق هذا بدل يعني كمان يعني نقدر نستنبطه من هذا الحديث أنه في هناك نوعية التعليم لها تأثير على كيف الشخص كما ممكن يتطور فكريا وسلوكيا أيضا كمان في موضوع ذكرته وأنا بذكر كمان على يعني كيف أنا بس كنت في الجامعة بس كانت تصير هاي المشاكل كتير من الأشخاص اللي بشعروا أنه في انتقاص لحقوقهم بس تصير هيك أنه عمليا أنا جاي على الجامعة بدي أعيش هذا الجول الصحي والبيئي والتعليمي كمان وهي الأمور اللي هي عم بتحد من قدرتي على التطور في هذا المجال عم بتحد من أني أنا أجي أعيش يوم جامعي مش بس أعيش بصيرت الحالة عمليا يعني بصفي أنه هو المكان وكأنه إحنا جايين جوا إشكالية سياسية داخل الجامعة فهو كمان مش بس بنتقص من حقوقهم كمان في مجموعة تانية اللي بي عندها أهداف أخرى بالضبط هو اللي بيعمل المشكلة أعداد بسيطة من الطلبة وبتتعمم على الجميع إغلاق الجامعات وتعويض وتمديد فصل وكل هاي الأمور الصحية بتترتب على هذه المشاكل أهم شيء هو الابتعاد عن زي ما سمناه الأحادية الثقافية الابتعاد عن أنه أنا للصح والتانين غلط يعني تطبيق ومكياس الصح والغلط على كل شيء يا صفر يا مية يا مؤمن يا كافر في مسافات شاسعة بين القطبين عادة هاي اللي لازم ندركها ولازم من خلالها نعرف أنه في مجال للحوار وأنه العنف ما بيحل أنا أتمنى فعلا أنه كل شخص يسأل حال له هذا السؤال ويعيد يعني هاي المفاهيم اللي عنده مرات ممكن يكون الواحد عم بتناولها بكلمات وشعرات ولكن وين التطبيق ويمكن إحنا كمان دايما منطرح هاي المشاكل بس أنا لو بدي أسألك فعليا عن حلول ولو بدي أسألك عن يعني أنه في مجموعات في الجامعات اللي هي مبادرة جدا وبتفكر أنه بدها تحاول تصلح بدها تحاول تعمل وبالتأكيد هذا بنتبق كمان على الإدارة والعاملين فيه أشخاص كمان وتجمعات الممكن تكون في الإدارة اللي هي مع وجود مثل هاي التفريقات مش عم بقصد أي شخص أو عم بوجهه ولكن هم كمان بيكونوا أشخاص من خلفية سياسية وحزبية وحتى اجتماعية وفيه أشخاص اللي كمان بيعملين بإدارة اللي بيكونوا بدهم هذا المكان يظل بيحترم وجوده وأكاديميته ووجود حياة صحية بتحمي حقوق الطلبة فيه فلو بدي أسألك عن حلول وعن أفكار بتطرحها وهلا أن نرميها للعاملين للطلاب يفكروا فيها إيش بتحكي لها؟ يعني الصحية الحلول متعددة أول شيء إدارات الجامعات تطبق قوانينها الطالب لما بدخل على الجامعة يعرف أنه فيه قوانين لازم يلزم فيها من ناحية الردع يعني أيضا بالزبط أنه يعني فيه مسئولية هو بتحملها مدام موجود في الجامعة القضية الثانية من السلطة والحركات السياسية أنها تدرك أنه هي إذا ما تبنت الأسلوب العقلاني والصحيح لحل المشاكل هي عمليا لا تحقق أولا إنجازات سياسية بالعكس يعني بتسيق لسمعتها سياسيا ومن ناحية ثانية بتخرب العملية التعليمية اللي هي زي ما حكينا أهم حاجة في فلسطين زايد أنه الشباب يعني لازم يهتموا بالعملية الثقافية صحيح فيه فيه اتجاه بحيث أنه التعليم يكون تعليم فقط هذا يعني شو اللي بميز خريج جامعة عن جامعة أخرى هو الفضاء الثقافي اللي موجود في هذه الجامعة مدى الحرية اللي موجودة في هذه الجامعة وإلا التعليم في النهاية واحد ولكن يعني هذا مهندس مختلف عن هذا مش لأنه في الهندس لأنه شخصية الطالب في الجامعة بتتبلور بطريقة مختلفة في ظروف أخرى وبالتالي كل عناصر العملية التعليمية وخاصة الأعزاب السياسية هي مسؤولة عن هذا الأمر لو سألتك عن هاي المرحلة ويمكن بنفكر بس يصير فيه مثل هاي المشاكل شهدنا في الأيام القليلة وشفنا فيديوهات وصور أيضا لممارسة عنف حقيقي عفوا في داخل الجامعات هذا برأيك بشكل تساؤل أيضا عن توثيق هذا في تاريخ المرحلة هاي أو في تاريخ الجامعات هل أنت بتذكر كمان على وقتك أنه في مشاكل صارت تم توثيقها على أنه هاي كانت نقطة سلبية في حق هذه المرحلة في حق هذا في حق حتى الجامعة يعني كمان الخطورة مش بس أنه سيصير حدث ونمرق عنه هذا بتصير نقطة سودة في هذا الثالب أنا لما كنت أدرس في النجاح مثلا في الثمانينات صار بعض الإشكالات بين الطلبة وما زالت هي تاريخ زي ما تتفضلي يعني ومش ممكن تتصوري كيف في الوضع يعني ضرب وخطف وأسرة ومش عارب يعني إشي صحيح يعني مسيء جدا للجامعات وسمعتها وللتعليم وللشباب الفلسطيني نفسه بالتالي ما عاد يعني هذه مسألة يمكن التغاضي عنها مش شطارة إنه فريق معين يضرب فريق ثاني يعني هذه بالعكس هي أصلا ترتد عليه وترتد على شعبيته سياسيا حتى لو أخدناها من ناحية سياسية أخيرا بدي أسألك عن دور مركز برأيك يعني وكمدير لمركز رمالة لدراسات حقوق الإنسان دوركم في مثل هذه الأمور وتركيزكم أيضا على جانبيني خاصة إنه أنت ذلك ما ذكرت في مطالبات من قبلكم مختلفة سواء بالمنهاج أو سواء بهاي الحياة الاجتماعية دوركم أو رسالتكم في وكما أصدرتم بيان إيش بتقولوا من وجهة نظر المركز يعني إحنا صحيح ندعو لإتاحة أكبر قدر ممكن من الحرية الأكاديمية الطالب الحر الأستاذ الحر هو اللي بيخلق نوعية معينة من التعليم رسالتنا للسلطة هو ضرورة الاهتمام بهذا الوضع الآن ربما المسائل الكبرى كأحزاب سياسية كعناصر موجودة في المجتمع ليس كثير رح نأثر في اللي بيصير في الشرق الأوسط وبالتالي خلينا نهتم بنوعية مجتمعنا بنوعية طلابنا وشبابنا وهذا بالتأكيد رح يثمر في المستقبل رسالة أخيرة منك كلمة أخيرة بتقولها لكل شاب وصبية يعني إحنا منقول إنه هدول هم الثروة الحقيقية الموجودة إحنا اللي بننصنع هذا المستقبل والتغيير الحقيقي شو بتحكي لهم؟ يعني الشاب اللي بيستخدم هذه الطريقة وبيعتبرها هي الصح المطلق حاليا رح يكتشف بعد سنوات إنه كان يمارس شيء هو الخطأ المطلق وبالتالي يتروى وشوف إنه الحوار والتفاهم هو أحسن طريقة على حل المشاكل بدي أشكرك جزيلا شكر على وجودك معنا اليوم دكتور إياد البرغوثي مدير مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان وبتمنى يعني هي تكون كانت فعلا فرصة نطرح فيها تساؤلات وإجابات في نفس الوقت وتثير يعني ذهن ويفكروا كمان ليش هاي الممارسات بتصير وعنجد نتائجها على ميمكن تعود بالفشل وبهاي القسوة وزي ما قلنا نقاط صودة في تاريخ يمكن حياتهم وفي تاريخ المرحلة كلها بدي أشكرك بتمنى لك نهار سعيد بتمنى نشوفك كمان بفقرات ومواضيع أخرى شكرا لك شكرا لك